بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أسرف الأنبياء يوم ورسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحبا بكم عزيزي الطلاب في درس جديد في دروس الثاني الثانوي كفاية اللغوية حديثنا اليوم عن الحذف الزيادة عن الحذف والزيادة نحن في الكفاية الإملائية الوحدة الثانية الكفاية الإملائية بأنوان حذف والزيادة وشاركوا لهم تقديم هذا الدرس بلغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة التدريبية الثانية في الكفاية الإملائية قضايا إملائية قضايا إملائية من ضمن هذه القضايا وهو قضية الحذف والزيادة أهدف التدريبية لهذه الوحدة بشكل عام وهناك هدف يتعلق بهذا الدرس طبعا هنا يتوقع منك في هذه الوحدة أن تبين سبب كتابة الألف المصطرفة على الصورة المعينة في كلمات المعطاء وتحدد الحروف التي تزاد في الكلمة والتي تحذف منها وهذا هو الحذف الزيادة الهدف وما يوصل أيضا وما يفصل من الكلمات ثم تعلل زيادة الحروف أو حذفها من الكلمة ووصل الكلمات أو فصلها وتميز بين أنواع الكلمات الموصولة وتكتب عددا من الكلمات التي بها ألف مصطرفة بشكل صحيح ثم تكتب أيضا عددا من الكلمات بالزيادة والحذف والوصل والفصل بسلامة إملائية وتصحح أي خطأ في الألف المصطرفة وفي رسم الكلمات دوات الزيادة والحذف والوصل والفصل وثم تكتب فقرات كاملة في موضوع ما مشتمل على الألف المصطرفة وكلمات فيها زيادة وحذف بشكل صحيح هذه هي أهداف الوحدة التي توقع منك بإذن الله أن تكون قد أفقنتها في نهاية هذه الوحدة في الوحدة التدريبية الثانية الحذف والزيادة هذا هو رابط الدرس الرقمي هذا هو رابط الدرس الرقمي لاحظوا معي هنا الحذف والزيادة الحذف والزيادة الحذف هنا الألف همزة الوصل ما يحذف الياء وحرف العلة ما يحذف هنا الألف وهمزة الوصل والياء وحرف العلة الزيادة الواو والألف إذن الزيادة فقط في الواوي والألف أما الحذف في الألف وهمزة الوصل والياء وحرف العلة الحذف في الألف من ضمن الكلمات الله نفذ الجلالة الله أيضا إله الرحمن طاها هذا هذه كل ذلك هذه الكلمات كلها في حذف الألف كذلك هذاني وهؤلاء وأولئك وذلك ولكن لاحظ هذه هنا الكلمات التي حذفت فيها الألف كلمات التي حذفت فيها الألف ثم بعد ذلك سنطبق همزة الوصل تحذف أيضا تحذف من كلمة ابن إذا وقعت بين علميني من كلمة ابن إذا وقعت بين علمين مثلا يقول محمد بن عبد الله هنا تحذف الألف همزة أو همزة الوصل بعد ياء النداء بعد ياء النداء أيضا نقول يبنى الخطاب يبنى الخطاب هنا أيضا همزة الوصل تحذف من كلمة اسم في البسملة بسم الله هنا تحذف أيضا همزة الوصل تحذف همزة الوصل في البسملة بسم الله الباء مباشرة بعده السين أيضا من أل من أل طبعا كلمة اسم تحذف فيها همزة الوصل هنا من أل إذا سبقت باللام 0 إذا سبقت للعم للعلم أصرها العلم ثم دخلت عليها اللام حرف الجرف حذفت ألف همزة الوصل كذلك للمدرسة دخلت عليها اللام حذفت أيضا ألف الوصل إذا سبقتها همزة الاستفهام أيضا مثل أنتصر الفريق انتصر هذا الفعل ألف وصل أو همزة وصل دخلت همزة الاستفهام فحذفت همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام وبقيت همزة الفهام فانتصر الفريق هنا أصلها أإنتصر الفريق لكن هنا ألف الوصل فذفت لدخول لهمزة الاستفهام أصل الأصل أإن لاحظ أإنتصر الفريق لكن هنا حذفت ألف الوصل هنا هذه مواضع حذف همزة الوصل الياء تحذف من آخر الاسم المنقوص وقلنا اسم المنقوص هو ما آخر وهي مثل قاضي مثل أقول مثلا القاضي هنا قاض وقاض هنا تحذف طبعا هنا يحذف متى إذا كان مرفوعا أو مجرورا وكذا مرفوعا أو مجرورا غير مضاف ولا معرف يعني نكره إذا كان نكره مرفوعا أو مجرورا تحذف يا المنقوس يا المنقوس غير مضاف ولا معرف يعني مثل هذا قاض هذا قاضي طبعا القسر هنا الدليل على أن هناك يا محدوفة تقول هذا قاضي في حذفة اليا وأقول أيضا ذهبت إلى قاضين ذهبت إلى قاضين أيضا حذفت هنا حرف العلة يحذف من آخر الفعل في الفعل مضارع إذا كان معتل الآخر هو سبق بيدها جزم أو في فعل الأمر أيضا في فعل الأمر مثل الأمر مثل أدعو وسع ورمي هذا يفعل الأمر يحذف هنا أدعو الواو وسع الألف ورمي ليا يعني حروف العلة الثلاث كذلك إذا كان مضارعا مجزوما مثل لا تنسى أصوها لا تنسى هنا لا تنسى الصلاة لم أسعى في الشر لا ترمي كل ذلك إذا كان معتل الآخر فإنه يحذف في حالة الجزم يحذف في المضارع في حالة الجزم يحذف حرف العلة يحذف حرف العلة إذن الحذف هنا أربعة الألف وهمزة الوصل واليا وحرف العلة الزيادة الواو والألف الزيادة فقط الواو والألف الكلمات التي يزاد أو تأتي الواو زائدة فيها مثل عمر عمر للتفرق بينها وبين عمر فالواو هنا زائدة مثل عمر فإذا رأيت الواو فأنت تنطقها عمر فقط وأيضا أولائك هنا الواو زائدة في اسم إشارة أولائك كذلك أولات وأولاء أولات وأولاء هنا الواو أتت زائدة طيب الألف هنا تزاد الألف الفارقة الألف الفارقة طبعا هي بعد واو الجماعة فقط سموها أو سميت ألف فارقة لتفرق بين واو الجماعة والواو الأخرى والواو الأصلية فتقول هنا بعد واو الجماعة في الأفعال مثل جلسوا الواو هنا دلت على الجماعة وذهبوا هنا تأتي الألف تأتي الألف بعد الواو في إذا كانت الواو واو جماعة إذا كانت الواو واو جماعة لكن إذا كانت الواو ليست واو جماعة فلا تأتي الألف مثل أدعو هنا أو يدعو يدعو محمد يدعو مثلا إلى الخير يدعو هنا لا تأتي واو جماعة لأن هنا الواو هنا أصلية في الفعل وليست واو جماعة فالألف هنا تأتي للواو جماعة ألف تنوين النصب أيضا تأتي الألف زايدة في تنوين النصب تأتي الألف زايدة في تنوين النصب مثل قدما كتابا كتابا قدما فهذه الألف تزاد لأجل التنوين لأجل التنوين والحالة الثالثة في زيادة ألف ألف الإطلاق ألف إطلاق مقصود بها هذه خاصة بالقواف الشعرية خاصة بالشعر فقط ألف الإطلاق تأتي مع الشعر وسنعرف ذلك أيضاً أمثلة إذن الحذف الزيادة الحذف ألف هم جسد الوصل الألياء حرف العلة الزيادة تكون في الواو وفي الألف كم يلاحظوا معي هنا الاستنتاج أولاً الحذف الحذف تحذف الألف من لكن والرحمن وإله والله لفظ الجلالة خطاً ونفظاً أم خطاً لا لفظاً وهذا الاختيار سأتركه لك لاحظ لكن الرحمن بالنطق هنا إله الله هل تحذف خطاً ونفظاً أم خطاً لا لفظاً لاحظنا نقول هنا لكن الرحمن أحسنت هنا تحذف فقط خطاً لا لفظاً جميل تحذف الياء من آخر الاسم هنا أيضاً تكمل الجدول تحذف الياء من آخر الاسم أحسنتم المنقوص إذا كان نكرة مرفوعة أو كنا في حالة الرفع أو في حالة الجر جميل في حالة الجر تحذف حروف العلة من آخر فعلي الأمر والفعل المضارع الفعل المضارع المجزوم طبعا تحذف همزة الوصل من إذا سبقتها اللامثل القلم تقول للقلم فتحذف هنا همزة الوصل فما الذي حدث الكلمات آتية طيب لغة اللغة وهنا تقول للغة ما الذي حدث كذلك هنا لحم اللحم وتقول للحم جميل هنا إذن تحذف أيضا تحذف أيضا لأنها سبقت باللام تحذف همزة الوصل لكن هنا حذفتها الهمزة مع اللام حذفت التعريف كاملة لتوالي أكثر من اللام لذلك هنا دخلت عليها اللام فتحذف أل في الزيادة هنا تزاد الواو خطا تزاد الواو خطا لا لفظا هنا الواو تأتي زائدة فقط خطا لا لفظا في كلمة قلها عمر أحسنت عمر هنا فقط الواو زائدة في الخط لا تنطق لا تنطق وإنما أتت الواو للتفرقة بين عمر وبين عمر للتفرقة بين عمر وبين عمر أحسنتم سميت الألف هنا في ذهبوا وعملوا بالألف الفارقة لماذا؟ لماذا سميت الألف في ذهبوا وعملوا بالألف الفارقة؟ قلنا لأنها خاصة بواو الجماعة إذن هي تفرق بين واو الجماعة والواوات الأخرى لذلك هنا سميت ألف فارقة في الواو أصلية وواو الجماعة فهنا أتت الواو ألف للدلال عنها هذه واو جماعة هنا يقول أعطي مثالا من عندك على ألف الإطلاق ألف إطلاق التي تكون في الشعر التي تكون في الشعر مثل هنا أقل اللوم عادل والعتابة وقولي إن أصبت فقد أصاب لاحظ هنا عتابة الألف هنا ألف إطلاق وأصاب الآلف هنا زائد أيضا لألف إطلاق والألف إطلاق خاصة بالشعر خاصة بالشعر جميل نشاطات التعلم هنا يقول أستخرج أو استخرج من الجملة الآثية كل كلمة تعرضت لزيادة أو حذف استخرج أنت كل كلمة تعرضت لزيادة أو حذف مع التوضيح هنا نبين تقول المسلمون لن يتخلوا عن القدس المسلمون لن يتخلوا عن القدس أي زيادة وإن حذف جميل هنا يتخلوا يتخلوا هنا حذف النون لأن هنا فعل مبارئ من الأفعال الخمسة من الأفعال الخمسة أصلا يتخلون حذف النون لدخول لن ناصبة والزيادة هنا ألف الفارقة التي هي ألف واو الجماعة ألف واو الجماعة التحق زيد بنادي رياضي وهذا استفهام هذا استفهام دخلت الألف استفهام والفعل في همزة وصل التحق همزة وصل و هنا حذفة همزة الوصل لدخول همزة الاستفهام لدخول همزة الاستفهام عليها و فتحدث همزة الوصل طبعاً وأيضاً ناد رياضي هنا منقوص حذفة رياء لأنه اسمه منقوص مجرور منقوص مجرور طبعاً نكرة لا تمشي بالنميمة بين الناس لا تمشي بالنميمة بين الناس أين الحذف هنا أو الزيادة جميل هنا تقول تمشي حذفة رياء أيضاً لأنه في عمضارع مجزوم حذف حرف الألة في عمضارع مجزوم حذف حرف الألة الذي هو يريد أن تمشي هنا في عمضارع معتل الآخر معتل الآخر جميل قال النابغة الذبياني فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية مدح يمدح ويقول هنا صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية جميل هنا ما الزيادة جميل هنا ألف الإطلاق على أن فيه ما يسوء الأعادية هنا ما يسوء العادي وهذا أيضا كمال هنا العادية لألف الإطلاق وخاصة بالشعر للإهمال نتائج وخيمة للإهمال نتائج وخيمة ما الحذف هنا؟ جميل حسنت هنا حذف أيضا الإهمال همزة الوصل لدخول اللام أصلها الإهمال وهنا للإهمال حذفة ألف الوصل أو همزة الوصل رجع عمر إلى بيته مبكرا رجع عمر إلى بيته مبكرا أين الحذف هنا؟ وأين الزيادة؟ هل هنا حذفهم زيادة؟ أحسنتم إذن هنا عمر زيادة نقول هنا إذا رأيت الواب تقول عمر لفتفريق بينها وبين عمر والألف هنا مبكراً هنا زايدة أيضاً للتنوين مبكراً ألف التنوين تسمى لللسان فائدة عظيمة أصلها لسان ثم أدخلت عليها ألة التعريف تقول اللسان ثم أدخلت عليها حرف الجر تقول لللسان ما الذي يحذف؟ هنا حذف فيه التعريف لدخول الكلمة اللام على كلمة اللسان حتى ما يجتمع حذف هنا ألف واللام الأمهات أولات رحمة بأبنائهن الأمهات أولات رحمة بأبنائهن هنا زيادة بحد أحسنتم هنا أولات واو هنا واو زائدة أيضاً واو واو زائدة في أولات إثنان أقرأ الجمل ثم أضع الألف الفارقة بعد واو الجماعة هنا أضع الألف الفارقة بعد واو الجماعة في الكلمات التي تحتاج إليها فقط وعلي للسبب وعلي للسبب عدم إضافة ألف الفارقة في الكلمات الأخرى طبعاً الألف الفارقة لا تأتي إلا مع واو الجماعة فقط ولا تأتي في الواوات الأخرى لأن الواو الأخرى تكون من أصل الكلمة لذلك حتى تعرفوا واو الجماعة هنا تأتي الألف الفارقة إذن هنا سنضع الألف في واو الجماعة أو مع واو الجماعة طيب مهندسو الشركة متقنون لأعمالهم هنا هل تضع عالف أم لا؟ أحسنت هنا لا تضع لماذا؟ لأن هنا الواو أصلية جمع مذكر سالم أصلها مهندسون فحذفت النون فقط وبقية الواو علامة على جمع مذكر السالم حذفت هنا الإضافة طبعا حذفت نون مذكر السالم الإضافة لكن الواو هنا واو جمع مذكر السالم ويست واو للجماعة هي علامة إعراب للمذكر السالم أيضا هنا طيب لا تنسوا آداء واجباتكم على التمي وجه لا تنسوا آداء واجباتكم على التمي وجه هنا تضع الألف أم لا؟ أحسنت هنا تضع الألف لماذا؟ لأن هنا واو جماعة تنسى ثم واو فهنا الواو هنا ضمير هي واو جماعة هي واو جماعة فتضع هنا الألف الفارقة لا تنسوا آداء واجباتكم والحديث هنا للجماعة الحديث هنا عن الجماعة لاحظ أيضا الحق يعلو ولا يعلى عليه هنا هل تضع آلف لا لأن الوا هنا أصلية لأن الوا هنا أصلية ويقول اذكر السبب فالوا هنا يعلو أصلية في الكلمة الطلاب لن يتأخروا عن الحضور لن يتأخروا عن الحضور طيب الطلاب لن يتأخروا عن الحضور فهنا واو طبعا هنا الطلاب لن يتأخروا لماذا لأن هنا فعل فعل والوا هنا الجماعة ضمير واو هنا واو جماعة ضمير مثل تنسو مثل تنسو فعل تنسو والواو هنا ما أتى بعدها وهنا واو جماعة هو الفاعل هو الضمير لذلك هنا تأخروا تأتي الألف أو ألف الفارقة استعدوا جيدا للذهاب إلى المدرسة أيضا هنا تضع الألف أم لا أحسنت هنا تضع الألف أيضا لأن هنا واو جماعة وبعد فعل أتى بعد فعل أمر استعدوا الحديث هنا عن الجماعة أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال هنا طبعا الواو هنا واو الأسماء الخمسة واو أصلية في الأسماء الخمسة وليس فعلا فلذلك هنا نتضع واو ألف الفارقة هنا يقول أدخل حرف الجر اللام أدخل حرف الجر اللام على الكلمات الآثية في جملة مفيدة وبين ما حدث السماء ضع حرف جر الليمون ضع حرف جر اللبيب الإبلاء هنا يريد منك أن تضع حرف جر اللام وتغير تحدث إن كان هناك حذف ألف أو أن هناك حذف ألف ولام لأنه أحيانا يكون حذف ألف ولام مثل السماء تقول للسماء لون زاهر هنا حذفت همزة الوصل همزة الوصل السماء هنا للسماء الليمون هنا كم لام ثم أدخلنا عليها لام حرف الجر فصارت هنا للليمون حذف التألف واللام حتى لا تتوالى أكثر من لام هنا للليمون الليمون لامين فتحذف هنا التألف كاملة اللبيب كذلك تقول للليبيبي أيضا هنا حذف التألف للتعريف الإملاء هنا للإملائي للإملائي ولاحظ هنا هنا حذفة همزة الوصل حذفة همزة الوصل للإملائي قواعد واضحة للإملائي قواعد واضحة حذفة همزة الوصل جميل هنا أقرأ الآيات ثم ضع خطا تحت الكلمات التي حذفت الألف منها أي كلمة حذفت منها ألف نضع تحتها خط قال تعالى عزم الله صلى الله عليه وسلم الرحمن علم القرآن وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون وإيضا قال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أيضا قوله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون أيضا قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك بحضورا أيضا قوله تعالى ولكن عذاب الله شديد نعود الرحمن علم القرآن أحسنت الرحمن هنا حذف أيضا ذلكم جميل آية ثانية ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو له الملك لا إله إله لا إله هنا أيضا لاحظ لا إله إلا هنا لا إله لا إله وهنا أيضا لفظ جلالة الله في ذلكم ذلكم الله إلا عباد الله هنا أيضا في لفظ جلالة الله عباد الله وهنا يقول أولئك حذف أيضا فيها الألف أيضا هذه جميل فاسمان إشارة كنتم تبعدون أيضا هؤلاء وهؤلاء أيضا هنا حذف أيضا من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ولكن ولكن عذاب الله شديد أيضا نفظ جلالة في الله عذاب الله شديد هذه الكلمات أو التي حذفت الألف منها جميل هنا يقول يجعل كلمات آتية في جمل مفيدة بحيث تؤدي إلى حذف بعض الحروف إلى حذف بعض الحروف لاحظ شاكي هذا آخره منقوص يجري ابن اسم المدينة تقول هنا قال شاك هنا صار مرفوع أيضا بدون يا هنا يأتي بدون يا يجري تقول لا تجري هنا سبق بأداة جزم بحذف حرف العلة ابن قلنا الابن تحذف إذا سبقت مثلا بأداة نداء أو صار بين علمين أو كانت بين علمين مثل عثمان بن عفان هنا حذفت أيضا آلف الوصل أو همزة الوصل اسم هنا في البسملة بسم الله أيضا تحذف همزة الوصل المدينة هنا تدخل عليها حرف الجر فتحذف أيضا همزة الوصل تخل للمدينة سبعة أبواب هنا مثل من إنشائك في جمل مفيدة وهذا هو نشاط منزل لكن سنتكم بعض الأمثلة لكم أيضا سريعا وبعض الأمثلة تذكرها الزملاء اسم منقوص حذفة ياؤ مثل أتدرب في ناد جديد فعل حذفة منهم حرف العلة تقول مثلا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله همزة وصل حذفت لدخول همزة تفهم عليها هنا اسمك علي همزة الوصل حذفت كلمة ابن تقول هنا مثلا عبد الله بن عمر كلمة زيدة فيها حرف الواو تقول عمر عمر بن العاص عمر ابني ابن العاص فتح مصر هنا كلمة زيد أيها كلمة زيدة فيها حرف الألف تقول أيها الأولاد لا تقطعوا الأشجار لا تقطعوا هنا واو جماعة زيد هنا ألف الفارقة هنا مثل هذا البيت من الشعر يحتوي على ألف الإطلاق يقول لقيط بن عمر الإيادي شاعر جاهل طبعا يحذر قومه من كسرى يقول يا لهف نفسي إن كانت أمورك مشتى وأحكم أمر الناس فاجتمع هنا نتحدث عن كسرى بدأوا في الاجتماع وسيحاربونكم هنا اجتمع على الأصل فيها اجتمع فالألف هنا أتت زائد ولكن زيدة الألف تسمى ألف الإطلاق للقافية الشعرية للقافية الشعرية وهذه الألف لا تأتي له في الشعر لا تأتي له في الشعر هنا يقول يجعل الكلمة الآتية منصوبة في جمل مفيدة بحيث يظهر فيها تنوين النصب هنا تنوين النصب ثوب منوّن تنوين النصب اشتريته ثوباً والألف هنا ألف التنوين زائد ماء أقول مثلاً رأيته ماءً وهنا رأيته ماءً في النهر لا تأتي ألف هنا زيادة لكنها منوّنة تنوين النصب لأن قبلها ألف لأن قبلها ألف بيت هنا أنشأ المهندس بيتاً هنا أعتت ألف التنوين زائد غرفة صممت غرفة وهنا لم تأتي ألف زائد لأن هنا ختمة بتاء مربوطة لا تأتي فيه ألف زائد كذلك غرفة واسعة ظلمات هنا شاهدت شاهد الغواص ظلمات وهذا جمع مغنى سالم منصوب بالكسرة ينصب بالكسرة ولا تأتي فيه ألف تنوين في قاعي شاهد الغواص ظلمات في قاعي المحيط وهنا منصوب عن نصب الكسرة لأنه جمعون السالم منشأ هنا أقمت منشأاً للأيتام لأن هنا ختمة بهمزة ختمة بهمزة فلا تأتي ألف أيضاً للزيادة في التنوين هنا هذا شفهي شرح البيت شرحاً أدبياً يقول الشاعر أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعراً ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي كما سامحوا عمراً بواو مزيدة وضويق باسم الله في ألف الوصل هنا يتحدث عن الزيادة والحذف لكن يتحدث عن نفسه يتحدث عن عن نفسه كما سامحوا عمراً هم لم يقولوا طبعاً عمراً لكن لم يذكر واو سامحوا عمراً بواو مزيدة وضويق باسم الله في ألف الوصل يقول ألف الوصل حذف فيها في باسم الله ألف الوصل حذف ولكن عمر أتى بواو زائدة بدون فائدة فيقول كيف يعطون الثلاثون شاعر يعطى وأنا لا أعطى فكأنه يمثل على حالته بهذه القاعدة بالحذف والزيادة هنا سيملي عليك معلمك بعض عدد من الجمل أكتبها مراعياً فيها قواعد الحذف والزيادة مراعياً فيها قواعد الحذف والزيادة اختبار بنائي سريع صحيح الأخطاء صحيح الأخطاء في هذه الجمل هنا أصبح هذا الحفل الجميل ما الخطأ؟ هذا أكيد العمال اتجهوا إلى المصنع ما الخطأ؟ هنا اتجهوا الوو والجماعة تأتي بالألف أولئك أولياء الأمور وهؤلاء معلمون الخطأ في أولئك وهؤلاء احتفى الرجل بضيوفه هنا تقول احتفى ألف الوصل همزة الوصل تحذف لأن وجود همزة استفهام جلست بجانبي نهر جاري جاري هنا خطأ تحذف الياء في المنقوس قرأت قصائد حسان بن ثابت ابن أيضا تحذف هنا ألف همزة الوصل في ابن إذا أكلت فقل بسم الله بسم الله هنا ألف الوصل تحذف همزة الوصل والرحمن كذلك الألف خرجت مبكرا ولكن الطريقة مزدحم هنا لكن هنا لكن تأتي بدون ألف تحذف الألف هنا أقرأ الجمل وأقول مثلا هذه الجائزة للتين اجتهدتا وفي قريتنا داع تقول مثلا هنا طبعا هذه تقرأ تقرأ فيها جمل عمرو عبد الرحمن وخالد أولي علم في قريتنا داع للخير كانوا عمرو الخطاب عادلا اجلسوا في أماكنكم يقول وحمد محرم في مدح رسول صلى الله عليه وسلم املأ الأرض يا محمد ونور واغمر الناس حكمة والدهور أيضا لم يكتفي أي من بالقريب من العلم هذه جمل تقرأها تقرأ هذه الجمل ثم تستخرج منها تستخرج من هذه الجمل تقول كلمتين حذف منها حرف الألف هذه والرحمن واسما منقوص حذف داع كلمة حذف منها حرف العلة يكتفي وكلمة حذف منها أل التعريف للبن للحم للليمون كلمتين زيد فيها حرف العمر وألو وثلاث كلمة زيد فيها حرف الألف أيضا نورا ودهورا واجلسوا هذا ما أردنا أن نريده في هذا الدرس الحرف الزيادة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين